المصرح للغنى النهاردة برحب بألبا كليرد كيف حالك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام كله تمام حيكون الكلام بين عربي وانجليزي يعني نص نص انت لك اصول مصرية تركية ايرانية مظبوط؟ اه وعايزك تعرفي نفسك برضو للجمهور المصري اكيد بتعرف عليك يعني هو عارفك من خلال كليب ليجي من كذا سنة لكن برضو ايه انا اسمي سحر البا وسيم بس اسم الفني البا كليرد واصلي مصرية وتركية وفرسية ومن كاليفورنيا من سان فرانسيسكو بحب مصر انت كنت عايشة في كاليفورنيا في الهاتف امريكية سان فرانسيسكو بس انا كنت عايشة في هندوستان تركية وإيطالي وقصة لكن جدك من ناحية والدك من اصول مصرية وانت جتي هنا تاني لتكوني في مصر وتقدمي نفسك لجمهور المصري اوه بحب مصر وجمهور المصري جدا احكينا بقى انتي مش اول مرة تيجي انتي قبل كده وكان ليكي الكليب اللي هو هي كلمة لقدمتي من كذا سنة كيف كانت تيرضي كيف كانت تركية وكيف كانت تركي وكيف تركي هذا مرحب ملتسل مجددا هيا الاغنيا هيا كلما هيا كلما من كريم عبدالوحب عملت حاجة جميلة جدا و انا عندي الاغنيا بردو كمان جديدة جدا اسمها سي السيد سي السيد والهان أحمد يوسف وكلمات سيد علي والتوزيع طارق هسيبه هندسي وصوتي ومصطفى روف بس جميلة جدا حاجة مختلفة ودي حتكون الكليب أو السنجل الجديدة ان شاء الله قولنا بقى انتي لماذا اخترت انتي كان ممكن تفضلي عايشة برا كان ممكن تفضلي تنجحي برا كان ممكن تعيش حياة أطف بكتير قوي جدا في where you were in سان فرانسيسكو and still قررت ان انت ترجع وتتقدم نفسك مجتمع على مصر أو مشاهدة المصر ليه أنا بحب كل البلد وثقافة أنا كنت عايشة في هندوستان وفي تركيا وفي اي مكان أنا بحب الصغافة وكالتور في اي مكان وبحب بس أنا بحب مصر جدا جدا وناس جاملين جدا بحب قوي حال حال وانتي كمان اللي بتقدمي ستايل أو شكل اللي هو انترتيمنت يعني انت بتغني وبترقصي وبتعملي فول انترتيمنت آه يعني كلهم كده مين اكتر فنانين انت بتحبيهم في العالم يعنيك حين في الستايل دوت وحاسرة انت ممكن تبقي نفس الفكرة سواء من دوقاتي أو من زمان يعني من زمان يعني أمريكية عالم في العالم كله أنا بحب شادئ طويل وفعل مع ان الستايل بتاعها مختلف تمام يعني مختلف جدا بس بحب الصوتها و بشكلها طريقتها يعني آه طريقة بس آه أوكي طويل لك نغني ممكن تغنيلنا ايه مين من سيدي شيء لنا انا عندي الاغنية جديدة سي سيد آه عندك آه أوكي لن نوم أنا لك وانت الوحيد اللي شغل بالي روحي فيك وبكل ما حلو تغير حالي بدديك ورديك على تول ما أنت رجلي وتجراسي كمان حيث طيب طيب يعني قالك بس هنعمل مصلحة آه كده بس فلوس 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 والشغل وحش جدا يعني أنا عصفة جدا فلوس كتير وشغل مش كويس طيب أنت كمان كان فيه خبر بيقول أنت اتعرضتي للنصب فيه ملحن نصب عليك سمو فيه موزع مشهور جدا معروف جدا تميم لأن سعرفي أنا أخد فلوس كتير يعني ألف أربع ألف دولار بس ما عندش الشغل وما دورتش على فون يعني يعني أنت دفعتي الفلوس كلها لحق أغنية يوزحها بس أنا مش عندي الشغل دلوقتي يعني أربع سنين أربع سنين أربع سنين أربع سنين أربع سنين أربع سنين يمكن خمسة سنين طب يعني إيه اللي حصل شكرا مسحة يا فلوس باي باي يعني تقدمت البلاغ علشان قصة دي عملت قضية كتير يعني كتير كله تمام هو عايز أعمل حاجة يعني مكس مكسينج مكسينج سجلت الأغنية يعني يعني هو عمل على الأغنية بس فضل حاجة بسيطة فالآخر بس ما عندش حاجة دلوقتي هو معي الأغنية وحاولت توصلوا لي لكي مدير أعمال في مصر مسلا حاول يوصل لي لا لان دلوقتي يعني اندهمنا لطول في شرطة ومحكمة ويعني أنا بصيغ في قانون مصر انتي كده واضح انتي هتصرفي الأربعة تلاف دولار هتصرفيهم على قانون والمحكمة ما عندش حاجة يعني كأننا ما عملناش حاجة عشان ثلاثة أغانيات أنا كنت عندي معهم ثلاثة أغاني ثلاثة وثلاثة أغاني دول تسجلت واحدة بس فيهم اه موقف مش صريح هو أنا في لبنان أنا في تونس أنا دلوقتي في ليبيا أنا أنا موارفش أنا بعمل ايه أنا عايزة فلوسيو ولا أغنية أغنية بس ما عندش حاجة دلوقتي يعني صعب جدا نتمنى الموقف ده يعني يتحلل لأن أكيد يعني طبعا هو موزع معروف معروف مشهور مخترم جدا بس أنا مش فاهمة يعني يعني ممكن حصل سوء تفاهم يعني ليه هنحاول بقى نشوف هنعرف واخد فلوسه وأنا روح يعني هنحن لم تذهب إلى الموضوع وليس آه هنحن حسنا حسنا وإحنا عندنا العرض بس طيب خلينا نتحدث في الكلام الحلو الثاني زي ما قلنا أنت بتحب تقدمي المزيكة أو بتحب تقدمي النوع للغنى اللي هو زي ما قلنا الترفيه اللذيذ الخفيف الأغاني الخفيف مين بقى في العالم العربي شايفان ناجح في الستايل حاليا يعني 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 كل المطربات وكل الفنين جميلين جدا ومخترمين جدا بس أنا أحب أقولي أحب جورج وصوف أحب جورج وصوف طبعا أوي بس برضو هو رجع مختلف على الستايل التي تتقدميه يعني يعني فكرت حتقولي مثلا عن ساعة جرام أو قلت حتقولي مثلا النوع من الغنى يعني 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 مرجعش على بالك الأسامة دي صعب جدا إنه مختلفين مختلفين أنا مختلفين أنا جاي من كاليفورنيا يعني مختلف بس هما مختلفين لقيت صعوبة أنك تعملي كده في اللغة في التواصل مع الجمهور المصري جدا لقيت صعوبة وستفكت بجر وكيف تعمل الموضوع مش ازاي قدرت تسهلي على نفسك الموضوع ازاي كان ممكن حد غيرك يقول طب أنا أتعب نفسي ليه لماذا أفعل كل هذا سأتعب إلى ميصاني بيش ولكن لم تفعل هذا لماذا عشان أنا بحب يعني حب في مصر بحب الناس وبحب شبرة وكوش ريو يعني بحب اللي صغافة عشان خاطر أنا عشان حب 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 بجد بتعيشي في مصر تعدي فترات كتيرة في مصر عندك بيت يعني وكده ولا في أوتل وخلاص لا أوتل مش هودة شقة عندك شقة يعني عملت ليكي بيت في مصر وبقى عندك استخدار في مصر 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 محب قوي حيلا طيب فكرتني شوية مش عارف لماذا فكراني بدليدة شوية كل الناس قلوني أندي دليدة لا يمكن أن تقرنيش لأن نفس الفكرة حتى نفس طريقة الكلام شوية ما سيبكر كنت مصرية نصف مصري على طول كل الناس قلوني أنت دليدة وانت تحب دليدة قوي قوي جميلة جدا طبعا شايفة أن الوقت دلوقتي صعب في مصر وشايفة أن حيعدي شايفة ازاي the future for Egypt I mean when it comes to entertainment and when it comes to singing and this do you see a future وشايفة أن فيه مستقبل كويس متفقلة يعني مصر في كل الدول العربية يعني إن شاء الله بخير مصر كل حاجة إن شاء الله بخير إن شاء الله إن شاء الله مصر هولوود الشرق كميلة جدا مع وجود نجاحات تانية مثلا لبنان نجحين جدا ولكن برضو شايفة أن مصر لسه مازالت لها مكان معين ومكان الأهمية في العالم العربي في الغنة وكذلك أكثر 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 مصر هوليبود يعني الشك على طول أحب اللغة لغة جميلة جدا لغة مصرية هولوود أكثر 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 مصر كشري 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 أنه النهارده أنت تبقى موجودة وتقدمي نفسك هتعملي أغنية التي تشغال عليها هل ستعملي حفلات هل ستشاركي في فاستفال هل ستشاركي في مصرحة هل تشاركي في مصرحة نحن؟ هتعمل كيف ستشاركي في مصر؟ هل تشاركي في مصرحة هل تحشر كم يتحش هل تحشر هل تحشر هل هي عندها ن saçم نفسك direct 맨�dollar رج cheating نفسك حقيقة عملسي بطبق كبه بالنجان إن أكمل حصول إلى إجوب هناك جيد الجديد إنكانها أكثر وكنس فيها أنا جيدا موضوع 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 بوليوود موضوع 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 بوليوود رب كل ما يحدث برئة أعتقد أن الفنانهم أو العرب هم كمان منفتحين لثقافات تانية او الّيوود وهمهم مبتوطة ومعبوشين على الإجبتشيات والعربية والعلمية والتصوير وهمهم لم يدرسون أعتقد أن عمر ديب جميل جدا نعم عمر ديب جدا أعلمي جميل جدا وصوته أنا أحب الصوته وأيضا أحب تاوروزني وصديقي أحب أيضا تاوروزني وعمرو ديب وحمي وكلهم ممكن تقدمي الديو معهم إن شاء الله ليلة. حلو. أنا سألتها. قلت لها. واضح هي الفنانية مثقفة. وبتحب أن هي تبقى منفتحة على ثقافات كثيرة جدا. الهند وغيرها. فأنا قلت لها. هل أنت شايفة من الفنانين المصريين أو العرب. اللي عاملين كده. اللي هم منفتحين على ثقافات تانية. مش منغلقين على ثقافتهم. فقالت لي. شوف أنا عمر الدياب. هو يمكن أكتر مثال دوت. مثال الفنان. قادر أن هو يواكب العالم. ومفتح على ثقافات العالم. وناجح جدا. على سعية تانية. تحب تعمل حسني جدا. وبس أنا عاستي. رامي سابري. سابري. أنا أحب رامي سابري. لكن بعض الناس. يقولون أنه هو مغلد. فقط. هو طبيعة شبه بينه. وستايل. يمكن أن تقرانته بعمر الزب. لكن دي حاجة هو ناجح. فنان ناجح لوحده. واضح أنه نجح في الآخر. هو جميل جدا. كلهم فنانين. وفي البنات والستات. لا يوجد بنات يعني أنغام، شيرين محبا جدا شيرين أمال ماهر، غدارجة، كل الأسامي يعني شيرين وعصالة جميلة جدا وكلهم في عصام كثير وعندش وقت بس كلهم محترمين جدا هل بقى أنت غارتي تقدمي المزيك الشارعي الخاصة بك؟ للمجتمع الأمريكي والمجتمع الغربي أغانيك المصرية أنت تغنيها بالمصري تمت تصدقى موسيقى، موسيقى والعغم العديد لأمريكي أو المعrid وكيف ذلك نحن؟ نعم، ولكن، أريد أن أقوم بزرحة فيديوكم نعم،، لقد أفعل منزلتك هذه المسيقات أو تحزول بدءها إلى المعrid كبيرا، كثيرا، وكيف كان ذلك يحب مصر؟ كل الناس أحب مصر جداً. لكن المصر مشهورة جداً جداً معروفة. يعني أنت أحد إيجيبت كلهم واو واو واو. صحيح. كل الناس أحب مصر جداً. هم دينوعة إيجيبت يعرفون عن مصر. بس مشرط أنهم يعرفون مزيكة مصر أو دينوعة. فا أنت أقدمي المزيكة هناك تسجد. جيداً. لما أقدمت المزيكة مصر؟ هم ماهو إيجيبت تلوعة إيجيبت كما بأنها؟ They love it. I love it. They love it. It was amazing. There's a certain charm about it that's what you say. هل قدمتها للمجتمع أو الجمهور الغربي أو الأمريكي فقالت لي آه جدا أنهم أصلا بيحبوا مصر مبدئة من غير حاجة يقول مصر هم بيبقوا مبهورين لما بقدم بقى النوعية دي من الأغاني كمان ومزيكة دي بيصحروا بيحسوا ده بقى السحر الشرق المصري أي نغمة عربي بتأثر فيهم this is very important we have lots of other artists like Hakim for example هل قدت لنكون لنعم هل أي tune for Hakim سلام عليكم it was something like that you know i love it he's a real artist yeah he is and he's very smart he's a very smart artist again where do you see the Egyptian and the Arab entertainment industry heading in comparison to the world ما هي مستحيلة النظر؟ أو مستحيلة؟ أو مستحيلة معك؟ هل تحتاج إلى المستحيل؟ جدًب أنها غيرتهم أملتهم مستحيلة وأنتمى حقاً تقلق كماelly؟ تقلق كبالاوات غيرتكم جيدة شخص أinga لقد أنت هذه نصر ، هيا كلمة ، الهي بخير ، الفنات العودية حانه ، وخيرتها ، ويجاء ، رميزة المؤمنون أننا نصنع لجهما كنا نستطيع تجربة أكثر لأجهما ، يمكنك أن نستطيع اقوى معنا لتنظر هذا نعم الآن حتى أنها تجد و أعتقد أنه كان لعيش برد. فممكن أن تقولي لها فنانة. قلت لها أنت شايفة الفنانين العرب والمصريين وصلين لبرا زي المجتمع أو المستمع الغربي. زي ما هما وثقافتهم وصلانا أو مثلا زي ما بوليوود الهند وصلت للعالم وقدر أن هما الأمريكان والأوروبيين عارفين نجوم بوليوود بالأسامي. فقالت لي لأ لسا شوية. أنا لأتتشاك كما أن نصل للمجتمع الغربي أكثر وما نبغى شغل الغربي. لا أشجور الغربي لبرا زي ما حدثنا. ماهذا heart attack around the Arab audience في أطبع أنك؟ أنت لدينا عملا الأرب؟ نعم. نعم نعم. نعم، نعم الابانيين والماليين والريكي. نعم، نعم. نعم، 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 نعم ، نعم، 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 نعم. يتبعوني ويحبوني وكل شخص يتبعوني فقط يذهب إلى إيجابة وفعلها لأنه يمكنك أن تفعلها في إيجابة يمكنك أن تفعلها في أي مكان في العالم العربية المجاليات العربية الموجودة في أمريكا و أوروبا يتفرجون عليها ويساعدون بحفاظتها كثيرا عندي جمهور من الشوام من الفلسطينيين من السوريين واللبنانيين مغربين 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 على الأفلام المصري وعلى الأغاني المصري من زمان فهذا شيء ما ستتغير ما ستتغير عندهم؟ أنا أحب عادل إمام لا يحب عادل إمام لا يحب عادل إمام حقيقة الفنانة الكبيرة عادل إمام جميل جدا عسل ليس بأكتورين لكن الكثيرين راغب علامة كثيرا جميل جميل جدا جميل 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 possibil اشتركيا cuz no there is always this saying or this thing about especially Egyptian artists for some reason that they don't they wouldn't help out each other they would be very nice and everything but when it comes to the real thing they wouldn't help you they wouldn't tell you exactly who to go to what to do is that the case was that the case exactly but did this happen with you or did they help you out or did they did they tell you who to go to what to do did they help you establish yourself and they didn't no they didn't some مجدداً اعطى انك حصلتك لماذا تتحصل إليها حسنة ربما تتحصل على العمل هم؟ لماذا تتحصل على الأمر؟ لأنهم قلت لا أعرف كانت أمانك حصلتك ستا قلت لها أنت عندك صدقات قلت لها مين صدقاتك فقلت لي تامر حسني مثلا صديق عزيز جدا فنان رغب علامة قبلته كزا مرة وصديق برضو عزيز طيب بيقولوا أن الفنانين خصوصا في العالم العربي وحتى في الدنيا يعني هي طبيعة إنسانية ما بيحبوش قوي يساعدوا أي حد وافد أو حد مثلا كده يدوله يعمل ايه روح فين يجي من عشان يعني بينك وصن النفسانة يعني قلت لها هل ده حقيقي إذا كانت صريحة جدا صراحة قالت لا يعني هي حقيقي فعلا الموضوع كده يعني آه ممكن يبقى أصدقاء لطاف جدا لكن لما يجي بقى وقت الشغل في إحساس أن هما بيحسوا أن في حد جاي يأخذ شغلهم أو بيحافظوا على نجاحهم يعني وأعتقد أن يعني I think this is a culture that should not be there anymore because I mean it's for everyone success is for everyone and sometimes some day someone gave you a chance so you should give it to others I do yeah I do a lot of I can help so many people if you don't have this problem no no yeah and even if when you become a super duper star you still won't have this problem you will help others and you will do that definitely why not the world is connected yeah but tell them that it's a big problem حتى لو إن شاء الله مإذن الله بقت قلبها نجمة النجوم الكبيرة كده برضو حتساعدي الناس وحتى بقي كده قالت برضو أيوة لأن أنا شايفة أن الدنيا هي بظبط يعني الدنيا ناس لبعد كما يقولوا بالعربي يعني أتعرفت أن أعلم بل أي شيء آخر هل تخاف من سوقهم بإمكانها؟ نعم، ولكن لست جاهزة لا جاهزة هل سيكون تخاف أقلها؟ هل تخاف أقلها؟ أحب أمك تسمى وردة جزائري وردة؟ وردة جميلة وردة جميلة وردة جميلة ودى أساس ويرجوش هل ستكون هنا في إيجبت لكي تقوم باستخدام؟ سوف أترك هنا على طول حسنًا لكي تقوم باستخدام حسنًا 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 سيد و عمي هو مخرج طالن؟ هو هنا هو هنا مع بيبي أنا عندي كالبة صغيرة هنا حسنًا 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 أنا قلت لها الأول قبل أن أخلص قلت لها عندك هتعاملي إيه؟ هتعيشي هنا؟ جاية هنا زيارة؟ قالت لا أنا انتقلت للإقامة هنا و هقعد هنا حبة حلوين و هتقدم هنا فيديو كليب سي السيد اللي هي عندتها من شوية اللي هي خرجها عمها اللي موجود معنا في الستوديو وهي سعيدة بأسرتها الصغيرة وسعيدة بأسرتها الصغيرة وسعيدة بأسرتها الصغيرة وسعيدة في مصر وسعيدة بأسرتها في الحياة الفنية صح؟ مزبوط. 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 ميا ميا. I want you to like talk to the camera. This is your camera, okay? And say something nice to your Egyptian potential fans and already existing fans in the Arab world about you being in Egypt. Yeah, I love Egypt. And being on the show, of course. I love Egypt and I need more support. بل عربي بأ. أرجوك يا مص. أنا عايزة support. أوي أوي أوي. بس إن شاء الله أنا عندي الفيديو كليب جاي قريباً. بس I need more support and I love you all. دعم. دعم. أنا عايزة دعم. دعم. We're seeing it. Thank you. It was a pleasure having you. I think it was a very special interview. You're awesome. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. It's a pleasure. داردة كمعنا تأخذ الترفيو ومقابلة مختلفة جداً على إيه الأخبار. مراد تتكلم في حاجات يعني جد جداً طول الوقت. كمعنا تجربة وفدارة واضح كده نعشقها لمصر. وأعتقد زي ما قلنا تاني مصر اللي هي ما هي قالت فعلاً هي هولوود الشرق. وهتظل كده مفتوحة لكل الفنانين وكل الثقافات من كل أحاق العالم. وقبل ما ننسى طبعاً لازم نرحب ونشكر تاني طرفنا في الفقرة الأونانية المهرج الشاب أحمد الألفي. المهرج المسرح الشاب اللي عنده مشروع طبوح جداً وعايز يرجع تاني الناس كلها كلنا نرجع إلى المسرح. وزي ما قلنا تاني شعار الفنان محمد صفحي الشهير المسرح للجميع يجب أن يعود المسرح للجميع. حلقة مميزة أو مختلفة من إيه الأخبار. شكراً وإزباع الجانب.